السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بيكم قلت شيوات حبيب برغاوي كانت تمنى تكونوا بي خير وعلى خير اليوم البنات غادي نشارك معكم هاد الفطيرة اللي كاتجي سهلة وكاتوجود بسرعة والاهم انها لديدة ويعني دك لبت ديالها كاتجي شي شو كدو في الفم هنا في الاول غادي ندوز باش غادي نحطر الحوش وعاد باش غادي نعشن هنا اخذيت واحد البصلاء متوسطة مع واحد الاحبا ديال الفلفل حلوه غادي نشلدهم انا هنه يدرتهم فالهشور هه شلدهم مرقاق وقدرتهم تشحروا مع شوية ذيال زيت العود مع شوية الملح وغادي نضيف عليهم شوية ذيالتجاج انا هنه يستعمل تصدر ديالتجاجه غير الناس ديالها كانتجاجه كبيره غادي ناخدهم وغادي نشحرهم زيان مع شوية ديال الملح حتى كيتشحروا غادي نضيف عليهم نضيف كيميائة الى المعدنس اضافة الكمية الى المعدنس تقريبا 1 جوج معلق 1 كيميائة الى زيتون تقريبا 1 تلاتة المعدنس المهم الحشواء ستكون اختياريا ستعمروا بما يريدون و احتاج الحشواء سيكون سهلة و سهلة في التحضير و سنشحرهم جيد جيد سنضيف و سنضيف و سنضيف و نضيف و سنضيف سأضيف 350 جرام الضحين و سنضيف و أضيف و سنضيف و سنضيف و هي شبز و المهم و الأهم أنها يعني ما كتحسيش بأنك تأكل شي خبز قاس حولا كتجي طرية مع ذيك الحشوة كتجي بنينة هنا ضفت شوية واحد المعلقة ديال الساندة مع شوية ديال الملح وخضيت واحدة ربع كاس ديال الماء ضفت لي واحد المعلقة ديال الخميرة ديال الخبز على حسب الجو معلقة عامرة وهنا يدرت واحد جوج معلقة ديال السيت تصافي غادي نتي كل شي و غادي نعجنه هنا غادي نجمع العجينة ديالي هنا كنضيف لما شوية بشوية الماء عادي ديال الروبيني باش كنجمعو تقريبا غادي نحتاج واحد نصف كاس التلكس ديال الماء تصافي هنا غادي نجمع العجينة ديالي مزيان بعد ما كتاجن كنضيف علي واحد معلقة صغيرة ديال الزبدة بالنسبة للزبدة كتخليها حتى هي شيشة تصافي هنا غادي نجمع العجين ديالي وغادي نوضع في إينا وكنخليك يخمر واحد تقريبا عشرين دقيقة لما كتبرد لي الحشوة تصافي كنخمروه مرة واحدة يعني راه هاد العجين هذا ضغية كتوجد لينا هاد الوصفة هادي سهلة بالسف وما فيها تعب ما فيها لدلك لقطة لحت حاجة يعني كتوجدي الموملحة ديالك في أسرع وقت وما فيهاش مجهود صافي هنا غادي ناخد العجين ديالي غادي نقسموه إلى نصفين غادي نشكل منو واحد جوج ورق كورات يعني اللي غادي يعطينا هادا صافي هنا غادي نقسموه على جوج وغادي نشكل منو جوج ديال الكورات وغادي نحاول انني نقعدهم ونطلق الكورة اللولة صافي هنا غادي نطلقهم على شكل مستطيل بهات الشكل هادا وغادي نقعد الجوانب بالنسبة لدك الجوانب اللي غادي نقطع غادي نوضعهم الوسط ديالي جينا راتي يبن لكم باش ما يضيعش وكان وضع الحشوة ديالي بهات الشكل هادا في الوسط ديال دك المستطيل حاول البنت انكم تقدوا خاصة واحد جنب اللي غادي يكون يعني الفوق صافي هنا غادي نحاول نقد الحشوة ديالي يعني البنت بالنسبة انكم مغيتوا تديروا الطان مغيتوا تديروا الكفتة اللي يعجوكم ديرو ها ندرت هنا يا ججلي متوفر صافي غادي نوضعوا الوسط بحلاكة وغادي نحاول نقدو غادي نزيد الفرماج بنيسبة لهاد المملحة ديالبنت ما كتجيش غليضة نهائية خاصة اننا ندرناها طبقات ما كتخليش ديك العجينة انها تكون غليضة والاهم انها ما كتخمرش يعني المرة التانية را كتجي يعني كلها ارتباء وديك الطبقات يعني خفاف ماشي غلط كتجي زوينة بزاف غير جربوها كتش رائعة خاصة ان هالطريقة هذي سهلة وعملية توجديها في اخر لحظة هنا اعمرت بالفرماج ودورت عليها العاشين وهنا هي بالنسبة الكورة التانية حتى هي كنعمرها بالحشو وكنسد عليها وكندير الفرماج ديالي بهات الشكل هادا هنا كتعمروا بالفرماج يلدرسوا الفرماج متذاري لك يعطي التعليكة زوينة هنا عندي فقط فرماج حمر هو اللي استعملت اللي متوفر عندكم ديرو موكيانكم حتى تستغنوا عليه اولاد دهنوها الطبقة هذي بشوية ديالفرماج اولاد ديرو فرماج ديالساندويتش داك المربح تهو كيجي مزيال يعني اللي متوفر عندكم ديروه هنا غادي نحاول انني نقذ هذي الحشيه هذي ونرجع لي هذيك العاجين سافي بهات الشكل هادارة كيجي داك الفرماج دايب البسط وكيعطينا ديك التعليكة سافي هنا غادي ناخد اللطة اللي غادي نهنها بشوية ديالسيد وغادي نوضع فيها هذي المملحة ديالي هنا ياخذي تصفر بيضة اللي كنا خلينا من البيضة اللي استعملنا في العجين في العجين استعملنا ربيض وهنا يحتفط بالاسفار درت معه شوية ديالخل شوية ديالملح وغادي ندهن بيهات الوجه هادا وغادي نزينو بالليم توفار هنا هنا يدرد زنجلان بيض ودو كل حبوب ديالخفز سافي هنا بنيسبة الفران فكن سخن فران على 180 درجة حتى كي سخن مزيان كنتخلي هاد المملحة هادي بعد ما غادي نقطعها بهات الشكل هادا كنقطعها ممور صوت ما كنوصلش حتى لفن فقط كنترسيها باش كنتحصل على واحد تقطيعها كتجينيسا على من اللي كطيب بعد ما كتطيب راه كنخرجها بهات الشكل هادا وبنيسبة الفران ها كنخليها حتى كتطيب مزيان ملتو حتى هاد كنشعليها من الفوق باش كتتحمر كتجي هي هادي بعد ما كتطيب كتجي رائع بساف كتجي شيشة وخفيفة كل العجين ديالها كيجي زوين بساف وكتجي لديدة خصوصا اننا استعملنا الحشوة ملحة مع الفرماج كتجي من اليد ما يكون وسهلة تحضير توجديها في اخر لحظة كنتمنى البنات يهجبكم الفيديو ديال اليوم وما تنسوا نشمل اعجاب والبرتاج فضلا ما ليس امرا وشكرا بزاف على المتابعة والى فيديو اخر ان شاء الله